يدخل العراق عامه الجديد مع استمرار الهزة المرعبة لقيمة الدينار أثر ارتدادها على نظرة الشارع للحكومة من حيث القدرة على حل أزمة سعر صرف الدولار اختبار حاسم من وزن جرس انذار يدقه أصحاب الصنعة في أسعار الصرف وما أضرت به الاقتصاد العراقي مقارنة مع ما سبق حكومة السوداني وحبل المقارنة هذا ليس غريبا على حكومة السوداني فهي التي أطلقت وعودا اقتصادية وتعينات بالجملة وضعت بمنظور مقربين من الإطار التنسقي على أنها مقارنة مع ما قدمته الحكومة السابقة لكن ضربة الدولار كانت قاصمة للظهر تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أفاد بأن الاضطراب الحاد لقيمة الدينار جاء نتيجة إجراءات أمريكية صارمة على تداول الدولار ما وضع الحكومة في اختبار حاسم مقارنة مع الحكومة السابقة وهنا عاد المذكرون برسالة السوداني فور تكليفه بتشكيل الحكومة منتصف تشرين الأول من العام الماضي على أن ضخ التوقعات بحل وطني بدأ يتلاشى مع اهتزاز السوق العراقية وفتح باب التفسيرات على مصرعيه بما يتعلق بضعف الحكومة على مواجهة المشكلات الاقتصادية وضعف خبرتها في مجالات إدارة السوق زيارة مرتقبة بحسب مصادر صحفية سيجريها رئيس الوزراء إلى واشنطن بمرافقة وفد من وزراء الخارجية والمالية والتخطيط والنفط ومحافظ البنك المركزي قرئت بحسب الخبراء على أنها ورقة اضطرارية بيد الحكومة لمحاولة التوصل إلى حلول مع الجانب الأمريكي تفضي إلى إنقاذ العملة سيما بعد أن فرض الفيدرالي الأمريكي بالتعاون مع الحكومة قرارات لضبط تهريب الدولار من البلاد إلى أنها وعلى ما يبدو لم تحج من فلات أسعار الدولار التي يتوقع اقتصاديون أن تستمر في ظل عدم وجود حلول ناجعة أو إيجاد معادلة اقتصادية ناجحة اشتركوا في القناة